ما إن يبدأ الترتيب لعقد مشاورات في الملف اليمني حتى تبدأ حرب التصاريح وتحميل مسؤولية الفشل النتيجة التي يرها الأطراف واقعة لا محالة ومثل كل مرة بدأت الميليشيا بتصريحاتها التي حملت فيها الحكومة الشرعية والتحالف مسؤولية الفشل المتوقع في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لوضع مزيد من العراقيل والاشتراطات أمام جهود المبعوث الأمم مارتين جريفث الشرعية بدورها بدأت تقتحم حرب التصريحات والتوقعات حيث أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك أن ميليشيا الحوثي غير جادة في الوصول إلى السلام مشيرا إلى أنها تلجأ إليه لإهام المجتمع الدولي برغبتها في وقف الحرب وقال عبد الملك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تعاني أوضاعا إنسانية سيئة وتدميرا واضحا للبنى التحتية ومؤسسات الدولة وضع الحديدة الملتبس كان حاضرا في موقف الحكومة من المشاورات حيث أكد وزير الخارجية خالد اليماني أن الحكومة متمسكة برؤيتها بشأن مبادرة الحديدة التي طراحتها على الأمم المتحدة وترتكز على تسلم الشرعية ميناء المدينة مضيفا أن الحكومة لن تقبل إلا برؤية تسليم الميناء لوزارة النقل وتحويل موارده إلى البنك المركزي في عدن واعتبر اليماني التحركات البريطانية الأخيرة لحل الأزمة في اليمن ناتجة عن تصورات خاطئة خصوصا في محاولاتها تمرير قرارات في مجلس الأمن